سلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتمنى ان كلكم تكونوا بخير واهلا بكم في فيديو جديد على القناة فيديو النهاردة يكون تجديد لفيديو الشاشات اللي اتعمل من فتر كبير جدا على القناة وكان لازم ان انا جدد الفيديو عشان العسعار حالية اتغيرت وفيديو النهاردة معنا تلات شاشات وكل الشاشة موجهة الفيعة معينة بدايمن ارخص حاجة وسعرها ربوماية خمسة وسبعين جنيه لحد منوصل اعلى الشاشة معنا في الفيديو النهاردة وهي سعرها الف وخمسمائة جنيه وكل الشاشة هقول التناسب تجمعات ايه? علشان مش معقول مسلا ان انت تجيب شاشة بسيارة الف وخمسمائة جنيه مع تجمع زي تجمعات الالفين جنيه اللي احنا عملها في القناة. ولو مزنيتك اعلى من كده محتاج شاشات عالية. شاشة مية اربعة واربعين مثلا وحاجات زي كده تحترف بها الجيمينج. فحاول الفترة الجاية اتكلم شوية عن الشاشات. والفكرة انا حاول انوها يعني في الفيديوهات. فبتكلم شوية عن كروت الشاشة وشوية عن الشاشات. وقدام شوية برضه هتكلم عن الكبردات والسماعات والموسات. وافكار الفيديوهات عموما بخدها من الكومنتات بتاعتكم. فهيريت اي حد محتاج فيديو عن فكرة معينة. يكتبها لي في الكومنتات وحاول اعمل فيديو عن الفكرة ديت في اقرب وقت ممكن. بس قبل ما نتكلم على الشاشات اللي معانا النهاردة. خلينا اقول التعريف سريع بالقناة الا اول مرة تشوفنا. القناة هنا مهتمين بالجمر للمزانيته الليلة. وعملنا تجمعات كتيرة بقى سعار رخيصة. لتجمعات الالف جنيه وتجمعات الالفين جنيه. وبرضا تكلمنا عن الكتر المكملة البي سي بقى سعار الليلة. زي الموسات والكبردات والسماعات والشاشات. يعني اي حاجة تحتاج للسطب بتاعت. ان شاء الله هتلقينا ما تكلمينا عنها هنا في القناة. فلو استفدت من الفيديوهات. ياريت تشترك في القناة عشان خلاص قربنا جدا من عشر تلاف صديق. وبحب اشكر كل الناس اللي دعمت القناة من بداية على حد دلوقتي. علشان من غيركم القناة ما كانتش تقدر تستمر. والحمد الله كل يوم القناة تكبر اكتر بكم. في الاول كده خلينا كلمك بسرعة عن تقسيم الفلوس اللي معاك. لو انت معندكش شاشة او بي سي او اي حاجة. وزي بالفلوس اللي معاك تجيب كل حاجة انت عايزها. بحيس ان انت متجيبش حاجات مش متوافقه مع بعض. خلينا مسلا نقول ان انت معاك عشر تلاف جنيه. وما عندكش غير المكتب او الطرابيزة اللي انت هتحط عليها الجهاز. وبالعشر تلاف جنيه ديت عايز تجيب والشاشة والسماعة والماوس والكيبورد وكل حاجة. موضوع تقسيم الفلوس دوت نفوش نظرية معينة او قاعدة تمشي عليها. بس حاول اوضح لك خطوط كده تقدر تمشي بيها. تقدر بقى ان انت تحدد الفلوس اللي انت محتاجها لكل القطع. لو انا مسلا انت عايز الجهاز بشكل اساسي. فانت في حاجات هتفرع معك جدا في الاستخدام. زي الماوس والكيبورد. فانت تجيب كيبورد مسلا بسعر ربعمائة وخمسين جنيه. زي الكي خمسمائة اتنين وخمسين. مع ماوس كويس جدا للالعاب. زي الماوس دوت بنصح بها اي حد عايز اعترف في الجيمينج. مع سماعة بسعر متين جنيه كده الف جنيه للبندل كاملة. وتجيب شاشة بسعر الفين جنيه. وهيتبقى معك كده سبع تلاف جنيه للجهاز. تقدر تجيب بهم جهاز كويس لالالعاب بمعالج زي رايزين فايف اربعة تلاس سوتمائة وخمسين جي. وانا في الفيديو دوت مش بقول لك على تجميع او اقول لك ان انت تجيب القطع داية بالذات. انا بس بقول لك مجرد مثال. وانت دلوقتي الموضوع بقى واضح بالنسبة لك ازاي تقسم الفلوس. يعني مسلا ما تقولش ان ان انت هتجيب الجهاز بسعر تسعة تلاف جنيه. والالالف جنيه البقية دي هتجيب بهم الشاشة والبندل. وممكن برضو يكون شغلك بشكل اساسي معتمد على تعديل الالوان والمونتاج والحاجات اللي زي كده. اللي هي الحاجات اللي بتعتمد ان الشاشة تكون الوانة مظبوطة. فانت بالنسبة لك هنا الحزبة تتغير. مش لازم ان انت تجيب كيبورد وماوس كويسين. زي ماوس الجي مية واتنين. والكيبورد الكي خمسمائة اتنين وخمسين. لانهم حاجات فعلا كويسة جدا بالنسبة لسعرهم. انت بشي محتاج بندل سعرها عالي. لان زي ما قلتلك انت في السيناريو دوت محتاج بشكل اساسي الجهاز بتعديل الالوان ومتاجر الفيديوهات وحاجات زي كده. فانت ممكن ان انت توفر وتجيب بندل من اولى او اي شركة تانية. يبقى سعرها خمسمائة جنيه وفيها الكيبورد والماوس والسماعة. وكده انت معاك الفين وخمسمائة جنيه للشاشة تقدر تجيب بهم شاشة محترمة. بحيس ان هي تخدمك موضوعتي في صحيح الالوان دول. وبرضا لو انت شغلك ان انت بتصنع محتاج مسموع. يعني مثلا بتعمل اغاني وبتشغل على اي في الستوديو. فانت في الحالة دي تحتاج ان انت تجيب سماعة كويسة. وممكن مثلا تصرف الف جنيه والفين جنيه على السماعة. وسبعة الالف جنيه على التجميعة. وبالفلوس البقية تقدر ان انت تجيب الشاشة والكيبورد والماوس. فانت كده وبحضلك الفكرة اللي انا بحاول اتكلم عنها. وازي ان انت تتحدث سعر لكل قطع على حسب احتاجاتك. دلوقتي بقى خلينا نتكلم عن الشاشات اللي معنا النهاردة. خلينا نبدأ بالسعر الاقل. وهي شاشة اللي الف سبعمائة وعشر من اتش بي. والشاشة دي سعرها ربعمائة خمسة وتلاتين جنيه. من موقع اسم التوحيد. هساب لك برضو لينك بتاعه في الدسكريبشن. وتقدر تدار عليها برضو في محل جنبك. او تدار عليها روليكس وتشوف حد بيبقى مستعمل بسعر كويس. والشاشة الست دي وبتيجب حجم سبعتاشر انج. والرزوليوشن الف امتين وتمانين. في الف اربعة وعشرين. وبتردد خمسة وتبعين هرتز. ورسبونس تايم خمسة ميلي سكن. واسبكت ريش تلاتة لاربعة. يعني الشاشة تبقى مربعة زي الموضح في الصورة. وبنسبة لما دخل الشاشة. فهتلاقي فيها بس مدخل فيجا ومدخل لكابل البور. والشاشة دي تبقى مناسبة جدا للتجمعات زي تجمعات الالف جنيه او تجمعات الالف جنيه. طيب انت ممكن تقول لو جبت تجمعها بسعر الالف جنيه. فانا كده في الحالة ديت هجيب شاشة بنص ثمان التجميع. هقول لك كلامك صحة بس في كزا نقطة انت مشو اخد بالك منها. اول حاجة ان ديت ارخص شاشة موجودة في السوق. يعني انا دورت لك كتير جدا على الشاشات. وماليش حاجة متوفرة في السوق بشكل كبير. وفي ناس الوقت سعرها ارخص من كده. تاني النقطة خلي بالك منها ان الشاشة ديت هتتضل سبتة. وهتغير عليها كزا جهاز. يعني انت مسلا خلاص جبت الشاشة ديت مع تجمعات الالف جنيه. بعدها بكم شهر او بكم سنة. حبيت ان تتطور وتبيع الجهاز اللي معك وتجيب جهاز تاني. قل مسلا بسعر تلات تلاف جنيه واربع تلاف جنيه. فالشاشة اللي معك ديت مش هتخصرك حاجة. وهتضل شغال معك تمام وهتلعب عليها من غير مشاكل. خلينا نتكلم بقى عن تاني الشاشة معنا في فيديو النهاردة. وهي الفين وحداشر من اي اتشي بي برضو. وسعراته من ممية خمسة وسبعين جنيه. ودي اصيب لك لينك الشرائعة برضو في الدسكريبشن من كيمو ستور. ولو انت من اسكندرية اكيد عارف كيمو ستور. هو محل موجود في السيدي بيشر. وعندهم برضو ويب سايت اصيب لك اللينك بتاعها في الدسكريبشن. وكمان هتلاقي اليوم اعلانات متشار بشكل كبير. على موقع وهم حل محترم جدا وانا اتعملت معها بل كده كزا مرة. وعند صحابي برضو اشتريوا منه لباية وحاجات زي كده. فلو انت من اسكندرية تقدر تكلم وتسألهم على عارف فرع ليهم. اعتقد ان هما ليهم كزا فرع. بس الفعلا لان روحت اللي هو فرع سيدي بيشر. وتقدر تروح وتشوف الشاشات بنفسك. ولو انت من اي محافظة تانية. هما برضو عندهم شحن للمحافظات. تقدر تطلب من الموقع بتاعهم اللي هسيب لك اللينك بتاعه في ديسكريبشن. او تكلمهم على التليفون وتزبط معاهم. وطبعا دوت مش تسبونسر. ان لقيت مكان محترم وانا اتعملت معها قبل كده. وفي ناس الوقت بيبيع الحاجة اللي انا بتكلم عنها في الفيديو. فقلت ان ديت هتبقى حاجة كويسة بالنسبة لكم. ان انت تشتري من المكان مضمون والشاشات تبقى حالاتها كويسة وكده. خلينا نجح تاني الشاشة اللي معنا. وهي تعتبر افضل بحبة حلوين على الشاشة اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. وهتب مستمتع اكتر صحيح بتتفرج على الفيديوهات او بتلعب عليها. علشان الشاشة بتيجي بحجمة 20 انج. وباسبك تريش 16-9. يعني مش تبقى مربعة. وبريزوليشن 1600 في 900. والشاشة بتيجي بانل تي ان. يعني زيوية الرؤية والالوان فيها مش تبقى احسن حاجة. بس برضو بالنسبة لسعارها فهي هي كويسة جدا. وانا مع اي نفس الشاشة ديت بحجمة ورزوليشن اقل. وبتمشي الحالي يعني. مش هتسبب لك اي مشكلة سوافة العلعابة ومشادة الفيديوهات. والشاشة بتيجي برسبون 65 ميلي ساكن. وبتردد 75 هرتز. وبالنسبة لدخل الشيف هم بعض المدخلين. مدخل الفيجا ومدخل الباور. والشاشة ديت هتبقى مناسبة جدا لتجمع زي تجمعات تلات تلاف جنيه. وحاجة اعلى منها بشوية. زي تجمعات للاربعة تلاف جنيه وتجمعات الخمس تلاف. واخد الشاشة معنا وهي تعتبر الاضر في فيديو النهاردة. والشاشة ديت هتبقى مناسبة جدا لك في صناعة المحتوى وتعديل الالوان. وهي شاشة اتش بي زي ار الفين ربعمية واربعين دبليو. واسمها الشاشة دايما بتبقى غريبة كده. وسعر الشاشة ديت الف وخمسمة جنيه. وضغط عشان المميزات اللي فيها. واول حاجة ان الشاشة بتيجي بحجم اربعة وعشرين انش. وبريزوليوشن ثلاثة ونصف ميلي للسماعة. والشاشة ديت هتبقى مناسبة جدا لو جايبت تجمعات سعر خمس تلاف جنيه او ست تلاف جنيه. عشان تبقى برض مضبط المزانية من بين الشاشة والتجمعات. وزي ما قلت لك الشاشة ديت هتغنيمك جدا في موضوع تعديل الالوان. واخر حاجتين وهما التردد وسرعة الاستجابة. والشاشة توجي تردد ستين هرتز وسرعة استجابة ستة ميلي سكن. وزي ما قلت لك ديت من الشاشة للجيمينج. يعني الهدف الاسس منها ان هي تقدم لك الوان مصبوطة. بس برضا لو نويت ان انت تلعب على الشاشة فمش هوجدك مع اي مشكلة. وبس كده كان فيديو النهاردة. واتمنىكم الفيديو عفايدك وعجبك. وسننشي الله في فيديو تاني قريب وسلام.